أحنا مش هنتكلم في الأمور دي بس خلينا نرجع بعد إذنك أستاذ أحمد لو تسمحوا لي سادة مشاهدين هنقول البيانات واللي بعدها النادي الأهلي أو أرسلها أو أصدرها فيما يخص الحكام على مدار السنتين اللي فاتوا بداية من سنة 2020 ممكن البيان الأول أو المكتبات الأولى اللي أصدرها النادي أهلي كانت بتاريخ 15-9-20-20 المخاطبة الثانية كانت 18-21-21 اللي بعدها 27-21-21 2-3-20-21 11-4-21-21 12-4-5-20-21 21-21-21 كل ما يخص التحكيم والأخطاء التحكمية بالرغم من تطبيق تقنية حكم الفيديو أو الفار وهذه الأخطاء تنسف مبدأ العدالة بين الأندية التي تتكبت خزائنها الملايين للإنفاق على الملاعب والبنية التحتية وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وتعاقدات اللاعبين بالملايين طبعا لتحقيق أهدافها الفنية والأدبية والتسويقية وأن النادي طالب في خطاباته السابقة لأن الحضراتكم عليها بدرورة الاهتمام بمنظومة التحكيم والعمل على تطويرها وفقا للأسس الألمية مثل ما فعلت العديد من الدول خاصة وأن الحكام يمثلون عنصرا رئيسية من منظومة كرة القدم ولكن ورغم المكتبات العديدة لم يتخذ أي إجراء أو خطوات فعالة في هذا الشأن وأمر يدعو لعدم الإطمئنان لنجاح المسابقة المحلية لا سيما وأن ذات الأخطاء التحكمية لا تزال تتكرر حتى الآن بستكتر ترجمة نانسي قنقر